ولا يفوتنا في سياق حديثنا عن أهمية التعافي الاقتصادي والبيئي أن نشير إلى وجاهة وفاعلية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية اليوم وقدر مشيدين هنا بالتطور المستمر لأداء حكومتنا الموقرة الملتزمة بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية والمتمثل في تشديد الرغابة على جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ورفق كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي وباهتمامها المستمر للارتقاء بالكوادر الوطنية والعناية بقضايا الشباب البحريني ودعم تقدم المرأة البحرينية لتتوالى الإنجازات المشرفة التي نشهدها على كافة المستويات وفي جميع المجالات وللمرأة مكانتها الرفيعة في بلادنا ولله الحمد فهي مباركة في سعيها وعطائها ولها كل التقدير والتكريم ونوجهنا بالاستمرار في دعم وتطوير الخطط والبرامج التي تخصص لذلك وعلى سبيل المثال للحصر الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بمبادراتها الهامة وصندوق الأمل بمشاريع الطموحة